يبدو أن لسه فيه ناس بتحاول تفتح في الملفات الأديمة رغم أن الملفات الأديمة كلها كوارث والأهل خسر بسببها بطولة دوري وكانت فيه تحديات صعبة جداً بيواجهها الأهل ولكن اتكلمنا على الفترة دي وانتهت الفترة دي بحلوها بمرها واتخذت عدة قرارات وابتدى الناس تبص الأدام ولكن الكابتن عصام عبد الفتاح مصر يفتح في الأديم ويتكلم في الملفات الأديمة كويس جداً أنه هو فتح الملف لأن الملف دلوقتي بقى فيه تطورات جديدة وفيه مفاجآت جديدة لأن الكلام اللي قاله مبرحة عصام عبد الفتاح أكيد السوشيال ميديا بتتناوله وكل واحد بيتكلم بانتماؤه أكيد اللي معه هيكون معاه وياخد التصرحات ويطير بيها واللي ضد أكيد هيحاول يثبت أن الكابتن عصام بيتكلم في الهواء بس إحنا هنا لما بنحب نثبت حاجة ما بنثبتهاش كده بكلام مرسل لأ عندنا ردود بتبقى ردود واقعية وعشان كده الكلام اللي بنقوله هنا دايماً تحديداً في ملف التحكيم زي الملفات الأخرى بتتخذ فيه قرارات بناء على اللي احنا بنقوله هنا من خلال برنامج الترين اللي احنا هنا بنقول معلومات ما بنقولش وجهات نظر وبأن الكابتن عصام فتح الملف فاستعد للجاي لأن اللي جاي هيكون مفاجئ لك وأعتقد أنت كتبت خط النهاية في ملف التحكيم المصري وكتبت استمرارية الخبراء الأجانب لإدارة ملف التحكيم في الفترة اللي جاي ليه بقى؟ في جملة كده شهيرة قالها الفنان أحمد عز في فيلم الرهينة لما قالك دليل النفي بيبقى هو دليل الإثبات اللي عمله مبارح عصام عبد الفتاح كان دليل النفي بس أنا هثبت لكم النهاردة أن اللي قاله ده كان دليل إثبات أن عصام عبد الفتاح عنده مشكلة شخصية مع النادي الأهل ليه بقى؟ أولاً طلعي مبارح قالك مارك كلاتنبرج الحكم الدولي الإنجليزي السابق واللي كان رئيس للجنة الحكام تلاعب بالخطوط لمجملة الأهل أنا عادت أسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان بس أتأكد ويقصد بين فلما قالي الأهل قلت كده يقصد الأهل بس عايز أعرف في المباراة وقال لك وطائق محمود عشور كان على حكم أو كان حكم الفار في آخر مباراة لمحمود عشور كان حكم فار كانت مباراة الأهل وفارقه ده أولاً عشان بس إيه ما ننجرفش لأي كلام بيتقال على السوشيال ميديا لازم أنا براجع مرة واثنين وثلاثة وعشرة ما بطلعش هنا لما يكون واصخ من كل كلمة أنا بقولها حتى لو الفيديو ما هيكون معايا أو اللي بيتكلم فيه الكابتن عصام مش واضح مش هنقش الموضوع لكن هو يقال لك مطش الأهل وقال لك كان محمود عشور فأكيد يقصد مطش الأهل وفارقه كان آخر مباراة محمود عشور فيها حكم فار في مباراة الأهل طيب المباراة دي كان بيديرها مين؟ كابتن أحمد الغندور مساعد أول أحمد حسام طه مساعد ثاني هاني عبد الفتاح حكم رابع مبروك نبيل وحكم الفار كابتن محمود عشور والمساعد الفار أسامة السيد ده أول حاجة طيب ثانياً كان معاه على تقنية الفار الكابتن محمود عشور المباراة دي كانت الأهل وفارقه في الجولة الـ 28 للموسم الأخير ودي الكابتن محمود عشور هو موجود في غرفة الفار دي كانت مباراة الأهل وفارقه في الجولة الـ 28 اللي الأهل خسر فيها الدوري وبعد المباراة دي لعب بالصف الثاني ومجموعة من لعب قطاع النشخين خلاص الصورة كانت واضحة إن عسام عبد الفتاح عايز الدوري يحصل فيه ايه؟ طيب تعالوا بالجزئية التانية مارك كلاتنبرج اللي ذكره بالأمس عصام عبد الفتاح وكلاتنبرج هيدفع عن نفسه هو وشأنه لأن اللي قاله عصام عبد الفتاح ده بيتام فيه مارك كلاتنبرج وكلاتنبرج دفع عن نفسه هو حر لكن احنا هنا بندفع عن الاهل اللي نتذكر اسم الاهل في ملف اعتقد كابتن عصام الكلام ماينفعش يعدي بسهولة لأن النهاردة اثبت خلاص بما لا يدع مجلل الشك انه عنده مشكلة شخصية مع الاهل واللي بيبقى عنده مشكلة شخصية مع اي نادي ماينفعش موجود على كرسي المسئولية بتاتا الى ان تقوم القيامة طيب كلاتنبرج وصل مصر امتى يا جماعة وصل مصر يوم ستة تمانية وصل مصر يوم ستة تمانية بعد معاد المبارادي باتين وسبعين ساعة بعد معاد المبارادي باتين وسبعين ساعة والتحاد الكورة على صفحته الرسمية يوم تسعة تمانية قال في خبر رسمي ان كلاتنبرج هيبدأ مهام عمله بعد اسبوع يعني كلاتنبرج تولى المسئولية يوم ستة تمانية وكلاتنبرج هذه الخبر هو على صفحة الاتحاد كلاتنبرج يبدأ مهام عمله بعد اسبوع يعني امتى يوم ستة تمانية والراجل وصل امتى يوم ستة تمانية والمطش ده كان امتى يوم تلاتة تمانية يعني المطش تلاتة تمانية وكلاتنبرج تولى المسئولية ستة تمانية كان فيه تلاتتاشر يوم من اللي كان موجود في التلاتتاشر يوم دول الخبير الكابتن عسام عبد الفتاح طيب احنا بس بنرد بالوصائق وبالتواريخ عشان الكلام اللي قاله ده هيحسب عليه محاسبة شديدة فكرة ان كلتنبرج يلعب بالخطوط على فكرة ارجعونا يا جماعة احنا مش بندفع عن كلتنبرج ولا غيره كابتن اعصاب عنده مشكلة مع كلتنبرج حلها بعيد عننا عندك ازمة ومشكلة نفسية او فنية بينك وبين كلتنبرج حلها بعيد عن النادي الاهل ما تدخلش النادي الاهل طرف يا فندم بعد اذنك انت المفروض راجل خبير وراجل بتشتغل في الفيفا حاليا انت محاضر دولي ازيك زي كابتن تامر دوري فما ينفعش اتدخل النادي طرف وما فيش حكم بيخش اخناقه مع نادي او مع اندية ولكن للأسف مش كل من بيعرف يصفر او يدير يعرف يتكلم الحاجة التانية الماتش ده الاهل تزلم فيه والكل عارف ان الاهل تزلم فيه واقولكم النهاردة على مفاجأة ولو تحبوا تسألوا الكابتن محمود عشور المشكلة كانت فين هيطلع الراجل بصوت عالي بعد الفترة دي كلها هيقولك المشكلة كانت في جهاز التسلل والمشكلة كانت في الفيجن اللي كنا بنشتغل به في تقنية الفرف السنة دي والكابتن عصامة عارف كده بس هو بيقاوح ما عرفش ليه بس النهاردة عارفنا ليه انه عنده مشكلة شخصية مع الاهل الكابتن محمود عشور لانا استعرض الصورة بتاعت اللعبة اللي مصر دايما الكابتن أصاح عبدالفتاح يتكلم فيها رغم ان اللعبة دي تدينه هو وتخلينا احنا ندافع عنها بشكل كبير جدا ان اللعبة دي بالعين المجردة مش تسلل بالعين المجردة مش تسلل والسرعة قدامنا على الشاشة هي اللعبة دي بالعين المجردة مش تسلل والكابتن محمود عشور في غرفة الفار راجع الخطوط دي مرة واثنين وثلاتة ليه راجعها تلات اربع مرات لانه بالعين المجردة شايف ان الكرة دي هدف مش تسلل وشايفين وقتها الكابتن سامير عثمان لما عمل قياس للمسافة ما بين رجل تاو وخط المرمى ورجل لاعب فرق وخط المرمى هتلاقي ساعتها ان تاو مش متسلل وبالتالي الهدف ده سليم بس انا بها اكد تاني وارجع تاني للجزئية دي وارجعولي يا جماعة اولا لو سألت الكابتن محمود عشور هيقولك الكرة دي هدف ولكن خطوط تسلل طلع علي بالشكل ده بالعين المجردة انا شايفها هدف ولكن بي الخطوط فيها مشكلة ليه الخطوط فيها مشكلة لانه كل وقتها كان عارف ان التخنية كانت فيها مشكلة فنية كبيرة جدا وكانت الخطوط بتعلق وكان فيه مشاكل في التسلل كتير طيب انا عايز اعمل قياس على ايه عشان اوريكم الخبير المحاضر الدولي لما بيكلم وبشخصا القضايا ازاي بيقول هنا جملة ولما بيكون عنده تحليل فن صح ازاي بيتكلم صح نفس اللعبة دي سبحان الله تحصل فمتش الاتحاد والداخلية امبرح نفس اللعبة دي تحصل فمتش الاتحاد والداخلية امبرح الكابتن عصام لما شاف لعبة الداخلية والاتحاد طلع قالكي بقى واردونا الصورة بتاعة لعبة الداخلية والاتحاد اللي معرفش الفروة تهكت مشكلته ايه بس اقولكو دلوقتي مشكلته كانت ايه فماتش الداخلية والاتحاد هدف نادي الاتحاد سكندري هدف مؤكد بنسبة مئون في المية وقدامكم على الشاشة هو الهدف او اللعبة واضح ان الحكم قالك الخيالات بيبقى عليها تسلل مع راشة وحسب التسلل عليها ولكن اللعبة دي في الشاشة اللي احنا شايفنا قدامنا مبلولو مش متسلل فالكورة اللي احرص من خلالها هدف هدف سليم طب هنا الفار ليه لما رسم الخطوط كان عنده مشكلة وليه مشي مع قرار حكم المساعد في المباراة لان الحكم المساعد في المباراة رفع تسلل فالفار مشي معاه فماتش القال وفارقه الحكم حسب هدف فالكابتن محمود عشور قالك لا ده تسلل طب تعالوا بقى نرجع لحاجة مهمة جدا هو الكابتن عصان بالامس لما تكلم على اللعبة دي قالك ايه قالك روح البرتوكول اللي كنت بتتريعه علي فيه بيقول ايه دلوقتي اللي هي بديب العين المجردة هدف فالفار لو شايف وبيرسم خطوط تسلل مرة واثنين وثلاثة شايف فيها مشكلة شايف فيها مشكلة المفروض يعمل ايه بالعين المجردة يقول للحكم الكرة دي هدف ليه يا كابتن عصام قالك ليه عشان بالعين المجردة اصلي ده روح البرتوكول دي التعليمات الجديدة اللي محدش بيسمحها طب وكات فين التعليمات دي وفين رأيك الفني ده في مباراة الاهل وفارقه عشان تعرفوا ان فيش اخصانة في القضايا ده واحد الحاجة التانية لما يقول لك اصل لعبة التسلل وهو عارف كويس جدا ان مشاكل التسلل في تقنية الفار في الدور المصر والفيرجن القديم كانت فيها ازمات كتير ما كانش بيطلع يعترض وما كانش بيطلع يقول يا جماعة في مشاكل احنا بنواجهها كان بيمشي المركب عشان يفضل موجود رئيس لجنة حكام شفنا رأيه في مطش الاهل وفارقه وشفنا رأيه مبارح في لقبة مطش الاتحاد والداخلية هو هو نفس الشخص قال هنا حاجة وقال هنا حاجة وانا بس تشهد هنا بالكابتن محمود عشور واسألوه واسألوه اي حد اشتغل في التقنية دي في الفترة دي عارفين ومتأكدين ان التقنية كانت فيها مشاكل وهو لما عاد اللعبة 3-4 مرات كان متأكد ان الكورة هدف ولكن هو غصبا عنه شايف ان اللعبة بتديلي تسلل لو كابتن عصاب كان طلع قالي ان الفيرجن بتاع التسلل ده في مشكلة زي ما قالي مبارح ان الفيرجن في مشكلة فكادش حصلت كل الزوبعة دي ولكن هو عنده مشكلة مع النادي الاهلي ليه؟ لانه مش قادر ينسى ان الاهلي لما تعامل مع ملف التحكيم وشاف فيه اخطاء الرجل رحل عن اتحاد الكور لانه وقتها ما كانش بيدير التحكيم بشكل سليم الحاجة التانية عشان تعرفوا برضو ان هو عنده مشكلة مع الاجانب ده مشكلة تنبرجي بس ده عنده مشكلة مع الاجانب كابتن عصام انباري احتلع قالك ايه؟ انا ضد فكر التعيين احمد الغندور ومحمود البنة في مباريات بعد ازمة مباريات الزمالك والمصري قالك لازم احافظ عليهم لازم اخد بالي من الحكام اللي عندي طب وانت ليه ما حافظتش على محمود عشور وليه عاندت اتحاد الكورة ورحت اعينته في مباراة المحلة وبيراميدز في الاسبوع التالي لمباراة الاهل وفاركو الله ما انت نفس عقلية بريرا هي مش نفس الدماغ دي مش دي نفس المنتاليتي حكم اخطأ وانت شايف انه ما اخطأش وبتعاند المنظومة عينته في الاسبوع التالي ليه انت قط بقى مبرح بريرا لما عين البنة والغندور مش بقول لكم ان فيه شوزوفرينيا في التصريحات وفيه شخصنا في الكلام عندك مشكلة مع الاجانب حلها بعيدة عننا بس انا بأكد لك بعد اللي انت قلت مبارح وبعد التصريحات اللي انت قلتها مبارح انا هنا بطالب وبأكد على ضرورة استمرار الخبير الاجنبي للفترة اللي جاي والمشكلة اللي بتحصل مشكلة في الاختيار مش المشكلة في الجنسية انا ممكن تجيب لرئيس لجنة حكام الهند بس يديرها صح مايبقاش فيه تدخلات اللي كانت بتحصل قبل كده مايبقاش فيه شخصنا اللي كانت بتحصل قبل كده ده اللي انا اتمنىه وده اللي انا نفس اشوفه بس تصرحتك دايما بتأكد ان انت اللي عايز المنظومة تستمر في موضوع الخبير الاجنبي ولو رحت سألت الحكام الدوليين ولو سألت كل الحكام السابقين مين اكتر واحد سبب في استعانة اتحاد الكورة بالخبراء الاجانب هيقولولك الكابتن يا صام عبد الفتاح وانت اكتر واحد بتصرحتك دي بتصر على الاضرار بمحمد عادل وبمحمود عشور روح الاحتواء روح البروتوكول وخطوط التسلل والتلاعبات اللي انت بتقولها الغريبة وبنسمحها منك في الفترة الاخيرة